في كرة السلة كرة السلة النهاردة الأهلي الكابتن خالد العوضي أعلن عن صفقتين مهمتين جدا في دعم فريق كرة السلة للبطولة بطولة البيئة الباسكتبول أفريكان ليج ده دوري السلة الأفريقي دي بطولة جديدة أنا أقول لكم نظامها هيمشي إزاي ومشاركة الأهلي فيها الأهلي أتم حسب ما أكدت كابتن خالد العوضي أتم الاتفاق مع الأمريكي مايكل تومسون اللعب السابق في النادي الأهلي ولعب منتخب جنوب السودان أتونوة أموات لتدعيم صفوف الفريق في البطولة جاء على رأس الأهلي أقول لكم أنا نظام البطولة دول صفقتين مهمتين جدا جدا لتدعيم الفريق في هذه البطولة وفقا لرغبة أوجستي المدير الفني للفريق البطولة راشموندس الاتحاد الأفريقي قسم القرى قسمين عشان يعمل الدوري الأفريقي دول الساحل أو دول النهر ودول الصحراء دول النهر المرتبطة بنهر النيل من منبعه وبعض الدول المحيطة أو القريبة منه ودول الصحراء في الناحية الثانية ضمت مجموعة الأهلي في مجموعة النيل على رأسها النادي الأهلي المصري بيترو أتليتكو الأنجولي في ريفيارو المزنبيقي كيبتاون الجنوب الأفريقي سيتي أويلرز الأوغندي وسلاك الغيني دول مجموعة النيل أو مجموعة النهر مجموعة الصحراء أبتجان الإفواري كوارا فالكنز النيجيري الملعب المالي اتحاد المنستير التونسي الـ REG الرواندي ودول نيس السنغالي طب هتتعمل إزاي المجموعة النهر تصفياتها في القاهرة هتتلعب في صالة الدكتور حاسم مصطفى من 26 إبريل ل16 مايو من 26 إبريل ل16 مايو هيتأهل منها أربع فرق هيروح النهائيات اللي هتبع في كيجالي في رواندا البطولة بالزبط الست فرق في كل مجموعة هيصعد بينهم أربعة إلى دور التمانية التمانية هتبدأ بيها النهائيات المجمعة في كيجالي في رواندا هتبقى إن شاء الله تعالى بعد كده على طول بعد ما تخلق النهائيات هتبقى من 21 ل 27 مايو هيصعد الأربعة والأربعة دور التمانية هيتعمل في كيجالي بقى بخروج المغلوب لو طلعت أول مجموعة النيل إن شاء الله تعالى يكون الأهل هيلعب رابع مجموعة الصحراء تاني النيل هيلعب تالت الصحراء تالت النيل هيلعب تاني الصحراء رابع النيل هيلعب أول الصحراء كل الأمل إن شاء الله تعالى إنه الأهل من خلال قوته ومن خلال تجهيزاته في 26 إبريل يكون جاهز بإذن الله تعالى لخوض هذه المنافسات القوية واضح إنه السلة الأهلوية رايحة لطموحات كبيرة التدعيم اللي حصل انت عندك والتر هودج دعمت بتومسون اللي كان ناس كتير بتقول هو يمشي ولا يستنى لان اداءه السنة اللي فاتت كان اداء مميز مع النادي الاهلي هو لعيب بلايميكر صنع لعب فالبطولة دي سمحت ان انت تستعين باثنين محترفين زائد واحد من الان بي ايه الزغيرين الشباب ف التدعيم بتومسون انا شايفه موفق مركز انت محتاجه ايضا التدعيم بانونو وموت ادي تومسون وانونو جنوب افريقيا بيقدم جنوب السودان مقدم مستوىات مزهلة بيكسب مرتاح جدا اي حد لعبنا اكتر مرة من مرة والفارق بيبقى بالعشرين بونت بالنافس في الاول لكن عندهم الحقيقة لعيبة مبدئة جامد جدا ده لعب في الدوري الامريكي فايضا في مركز ثلاثة واربعة بلعب في مركزين لعيب مهم فاعتقد كده النادي الاهلي يعني يقدر تقول داخل مستعد بسكواد كويس بفريق كويس نتمنى له التوفيق الوطولة هتوبقى صعبة جدا لانك ما انتش عارف المحترفين اللي استعانت بهم الفرق التانية شكلهم ايه طيب هو الجدول بالضبط الاهلي هيبدأ مع سيتي اويلرز الاوغندي يوم ستة وعشرين ابريل هيبدأ مع فريفيرو المزنبيقي ستة وعشرين ابريل بعدها بتلات ايام في تسعة وعشرين هيلاعب سيتي اويلرز الاوغندي ثم اثنين مايو الاهلي مع كيب تاون الجنوب الافريقي ثم يوم الجمعة خمسة مايو الاهلي مع بيترو ديلواندا الانجولي ويختتم التصفيات هنا يوم ستة مايو مع سلاك الغيني السبت 6 مايو بالنسبة للمجموعتنا أستاذ إبراهيم أنا متابع يعني الفرق دي مش الفرق دي تحديدا لكن البلاد دي جنوب أفريقيا وأنجولا تحديدا أنجولا أنجولا كرة السلة عندهم تكاد تكون اللعبة الشعبية الأولى وعندهم محترفين بيطلعوا يلعبوا في الدور الأمريكي فدول الفرقتين حيبقوا يعني فيهم نفسة قوية جدا فيهم بيطل فرق حسب بقى التدعيم اللي حيجبوه نقدر نحكم على مستوياته